في قوله سبحانه وتعالى وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهُوَ الْحَدِيثِ لَهُوَ الْحَدِيثِ لَيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أو يتَّخِذَهَا في قراءة أخرى هُزُؤًا وَلَائِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِيمٌ المقصود في لَهُو الْحَدِيثِ في مئين طبعاً هم الناس اللي بيصدوا عن سبيل الله وبيبدلوا الشيء الثمين بشيء ما ليش قيمة خسيس بضاعة خسيسة ما لهاش أي قيم فعبد الله بن عباس الله يارض عنه وعبد الله بن مسعود الاتنين قالوا إن لهو الحديث هو الغناء طيب الغناء طيب الغناء ده عبارة عن إيه؟ الغناء ده عبارة عن كلام بس طبعاً الآية لو بصينا في أسباب النزول للإمام الواحدي بتقول إن النظر بن الحارس كان بيروح بلاد فارس وبيجيب اشترى شوية كتب كده فهى قصص خايب عن الأكاسرة وعن ملوك حمير وكلام من ده ويجي بقى في مكة مدى ما الناس تقعد تسمع للنبي عليه الصلاة والسلام الدين والقرآن والإسلام والدعوة لا تعالوا ما أقولك وإيصاص خايبة طالما القرآن بيتكلم عن عدو ثمود وقوم ومدين وقوّل واللي هم وفرعون وبتاع أنا عندي إيصاص تانية عن الأكاسرة وعن ملوك مملكة حمير وي 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 وكلام من ده وحصل نفس الموضوع لما عبدالبي بن بن سلول بنى مسجد درار في المدينة عشان برضو يلهي الناس ويخودهم عن النبي عليه الصلاة والسلام فكل ده له وصد عن سبيل الله بس ده المفهوم العام ولكن عبدالله بن عباس اللي أرض عنه وعبدالله بن مسعود يعني صحابة جلاء قالوا إن المقصود فيها الغناء وأقسموا قالوا إن ده المقصود فيها الغناء طب الغناء هل الغناء حلال والحرام نجي بقى للمفهوم الإسلامي عشان نكون فير ونتكلم صح وتاخدوها مني فتوى الغناء هو كلام صح؟ هو كلام اتفاقنا أنه هو كلام تمام؟ فالكلام حلال وحلال وحرام وحرام أنا عندي السكينة في المطبق ممكن أتلبها واحد وممكن أستخدمها لتقطيع البتاع وأطبخه كم من ده تعارفين استخدام السكاكين أو المحمول اللي في إيديه ده ممكن أشوف عليه حاجات وحشة تغضب ربنا وفي نفس الوقت زي يكو كده بيسمعوا درس دين أو تسمعوا قرآن أو حاجة تنفع تمام؟ فالقضية قضية الاستخدام فالكلام هو كلام حتى القرآن الكريم كلام رب العالمين طيب نيجي نشوف نقول له يا عم الغناء حرام يا عم لك يا عم الشيخ تحت ألف يا عم ده الرسول صلى الله عليه وسلم أبو بكر دخل جاريتين جاريتين معهم دفوا في يوم بعث ويوم العيد وقعدين بيغنوا فالأبو بكر قال أمزمار الشيطان في بيت رسول الله فالرسول قال لدعهم يا أبو بكر إنه هو يوم عيد ده بنفهم دول جاريتين يعني الجارية في اللغة العربية يعني بنت صغيرة بنات صغيرين يعني مش ستة كبيرة حتى بقى إيجارية عائلة صغيرة ومعها دف دف ده ما فيش فيه لشخليل هو الإنسترمينس اللي هي الألات الموسيقية والكلام ده والحاجة طيب وإيه لغناء نوع الغناء يعني زار بنتين صغير كان بيغنبوا له إيه نزار قباني يعني غزل صريح لا طبعا يا عم إيه ده فما تقرينش استنى فقلنا الغناء هو كلام وأنجشة لما كان ماشي ويقود الجمل واحدة من أمهات المؤمنين رجبة في الهودة شفوق فبدأ يحدو يحد يقول شعر بصوت جميل كده وما بيسل نفسه وماشي في طريق فالرسول صلى الله عليه وسلم قال روايدا روايدا يا أنجشة رفقا بالقوارير رفقا بالإيه بالقوارير يبقى تشبيه زوجات النبي بالقارورة لطيفة جميلة تعرف تتكلم رقيقة لوفلي محبة لزوجها تعرف تتكلم بالأدب مع زوجها تعليش صوتها عليه تضربوش تهنوش تشتموش طلقوش اشتغدوا في المحكمة بهدلوا أيوة كل الكلام ده يبقى احنا النهاردة نقول رفقا بالقوارير ولا السيد بتقول لك آخر رسول رفقا بالقوارير والقوارير وانت قارورة اللي بتعمل حاجة الوحشة دي كلها قارورة لا انا هغيرها وقول رفقا بالبلاليس أيوة الله المستعان الا ما رحمه ربي بس علوش يا قوات بس يعني المهم دي تشبيه بالقارورة يعني الحاجة الرقيقة الجميلة اللي ممكن تكسر في ايدك مش الست المسترجلة ها طنبوي اللي بالنا المهم نرجع للغنى طب انجاشة بيحدو صوته جميل جدا الجمل ممكن يسرح في صوته ويتعنقل ولا حاجة والست فوق الجمل هتوقعت تكسر اخدين بالنا فنخلي بالنا دي واحدة في رسول صلى الله عليه وسلم هم بيحفروا الديتش حوالي المدينة ها الخندق حوالي المدينة في الاحزاب كانوا بيرتجزوا اهل مكة والمدينة يرتجزوا مع بعض بيشجعوا بعض في العمل يعني وكانوا بيقولوا ايه والرسول كانوا يردد معاهم ما كانش بيقول هو كان بيردد معاهم عليه الصلاة والسلام اتيناكم اتيناكم فحيونا نحييكم ولولا الحنطة طل السوداء حب السوداء ما سمنت عزاريكم عزاريكم تمام ده كلام يبلوه يعني بيشجعوا بعض في الكلام الحلو واتيناكم فحيونا نحيي كده ده كلام ما فيش اي مشكلة خالص فإذا كان فيه كلام بيحض على الثورات بيحض على الانتاج بيحض على عمل كلام بيحض على الإيمان على التقوى كل الكلام ده جائز ما فيش اي مشكلة خالص واحدة بتناب بنتها والابنة واحدة بتغنيله وكلام كلمتين حلوين كده فيش اي مشكلة إنما واحد يقول لي مثلا قدروا نأحمقوا الخطى ده كفر استغفالله العظيم ما عرفش الشعر من الغابة اللي قال الكلمة دي المغنن اللي غناها الموسيق اللي عملا كل ده واحد بقول لا أدري من أين أتيته مش عارف هو فين أصلا واحد بقول جيين الدنيا ما نعرف ليه ولا رايحين فين ولا جيين منين بعد عمره تسعين سنة مش عارف جيه الدنيا لإيه وما خلق كل جين والإنسان اللي يعبدون هذا الكلام لا أعلم من أين أتيته إليه المواضي ولا مش عارف إيه ده كلام يعني كفره كلام يود في ستين دهية خلي بالنا فضلا عن اللي هي اللي هي الألات الموسيقية حرام موسيقى حرام فضلا عن أنا بكلم عن الغناء النهاردة بقى هو بقرنه بالليفات اللي أنتو بتقوله الرسول قال كذا وكذا فضلا عن اللي بتقوله توجي نتجوز في السر يا شخي عرفت الكلام ده منين مهم على اليوتيوب موجود كل حاجة على تيك تاك اللي تجي نتجوز في السر وفضلا عن بقى اللي طالع بقى بالأعضاءها المؤخزة بينها كلها والأغاني والرأس وقلة الأدب والمسخرة اللي بنشوفها في السوشيال ميديا النهاردة ولسه جايب بتدافع عن الغناء وتقول الغناء حلالة عم الشيخ وكان ده في غناء ده ده كلام ماجن يدعو إلى المعاصي والشيطان واستبدال طريق سبيل الإيمان والدعوة إلى الله عز وجل سبيل الله بلهو الحديث دي الآية هي ومن الناس من يشتري اللهو الحديث بدأ ما يذكر ربنا وتعربنا ويصلي ويعبد ربنا وبقى وجهة الآيات دي الآيات ده هي سبحانه رقم ستة بعد الكلام في بداية سورة لقمان عن القرآن الكريم وعن أن القرآن هدى سورسه في هداية ورحمة مصدر هدى ورحمة للمحسنين وألف لام ميم تلك آياته الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين فاللي بيستبدل سبيل الله والقرآن والدين والطاعة والإيمان وذكر الله بلهو الحديث الكلام الفاضل بنشوفه في الأغاني وبسموه نجم ونجمة وبتاعه وبتصرف ملايين وستار كبير وقصة حياة وبيأكل وبيشرب وبينامي إزاي وبشخر إزاي وبتشخر إزاي الأخت المغنية دي وبتنامي إزاي وهي نايم على بطنور على جنبها وعلى رجلها وتعلمها البسترات والنجم والهضبة واللي واللي مش عارف إيه مسامات غريبة جدا جدا يا جماعة الفقه تكلم عن الموضوع ده الغناء في الزمن اللي احنا فيه ده حرام بالصورة اللي بنشوفها دي حرام أنا بقول لكم فاتوة اخذوها مني حرام 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 اللي بنشوفه في السوشيال ميديا واستبدال السلعة سبيل الله بالسلعة الخسيسة دي الغناء وله والحديث والباطل هذا حرام والرأس والمجون والغزل الصريح بتاع نزار قباني ويلة الأدب اللي احنا بنشوفها دي ولسه واحد بيجي وقول لك الشيخ الغناء حلال والله حرام بيجاد بيجاد اللي بتشوفها في الإفنتات هادي والحفلات والبتاعها بتشوفها قاعدة بتغني وعريانة وقلت الأدب والرجالة حاولها وتتراوس والكلام اللي بتقوله فضل عن الكلام بتقوله حلال لسه الغناء حلال لا الغناء حرام يا جماعة بالطريقة دي حرام والله واعلم وانشروها لعلى الناس سنتفع بيها ان شاء الله بدل الغناء القرآن بتهالي أفضل مش بتهالي لأكيد أفضل